بدأ رئيس الأركان الإيراني محمد باقري زيارة إلى سوريا للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع رئيس الأركان العراقي ووزير دفاع النظام السوري لبحث سبل محاربة الإرهاب وفقا لبيان هيئة أركان القوات الإيرانية المسلحة بعيدا عن آلية آستانة اجتماع ثلاثي جديد هذه المرة إيراني عراقي سوري رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في الدول الثلاثة لأول مرة حول طاولة واحدة للأسف فإن بعض الدول ما تزال تحتفظ بقواتها في سوريا دون تنصيق مع الحكومة السورية وفي هذا الاجتماع سيتم التأكيد أن أي وجود للقوات الأجنبية في سوريا يجب أن يكون بالتنصيق مع دمشق كما تفعل إيران وهذا يشمل منطقة شرق الفرات ومنطقة إدلب أو أي منطقة أخرى إيران التي تبرر تواجدها في سوريا بالتنصيق مع النظام السوري وتتحالف مع روسيا هناك لا توارب في تكرار انتقاد تواجد الآخرين على الأراضي السورية باقري الذي زار سوريا سابقا يعرف ما يقول وهو الذي جلس إلى الطاولة مع نظيريه التركي والروسي مرارا وتفقد مناطق الاشتباكات في سوريا صحيح أن لكل دوره لكن تواجد إيران وحزب الله وفصائل كثير أخرى على الأرض يفرض واقعا عمليا واقع لا يفشي سرا قائد الحرس الثوري الإيراني عندما يقول أنه تم خلاله تشكيل قوات شعبية في سوريا تضم نحو مئة ألف مقاتل مشهد يبدو ربما أكثر وضوحا في العراق مع تشكيل قوات الحشد الشعبي من مئة ألف عنصر أيضا كما يضيف اللواء محمد علي جعفري الاجتماع الثلاثي الجديد لم يكن وليد اللحظة بالتأكيد فبعيدا عن طبيعة الرابط الذي يجمع طهران مع كل من دمشق وبغداد لا يمكن إغفال تنسيق أمني استمر طوال السنوات الماضية عبر غرفة عمليات بغداد الأمنية بين إيران وسوريا والعراق وروسيا لكن السؤال الذي يطرح نفسه ربما لماذا تغيب روسيا اليوم؟ هل من رسائل في ذلك؟ خاصة أن الاجتماع يأتي وهذا ليس صدفة ربما بعد زيارة الأسد إلى طهران وزيارة روحاني إلى بغداد ثم ماذا عن موقف إسرائيل التي لا يفتأ الحرس الثوري يقول إنها باتت اليوم محاصرة بعشرين حزب الله حازم كلاس العربي طهران وينضم إلينا من عمان الدكتور نبيل العتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية أهلا بك سيد العتوم هذه التصريحات الإيرانية النارية عشرين حزب الله ومئتي ألف عنصر في العراق وسوريا وتسخين للجبهات وليست المرة الأولى التي تطلق فيها إيران هذه الصرخات المدوية لكنها لا تعد أن تكون مجرد ظاهرة صوتية هل هو تسخين حقيقي للجبهات أم أنها مجرد مناورة دعائية أخرى شكرا جزيلا لكم سؤال مهم ومحوري زهر أنا أعتقد أنه ربما إيران تريد أن توصل مجموعة من الرسائل سواء للداخل الإيراني أم للخارج هي تريد أن توصل رسالة للخارج الإيراني بالذات للدول التي باتت تشترك معها في علاقات صراعية يعني إسرائيل كما تعلم معنية بإخراج إيران من سوريا وكان هناك تنسيق قبل فترة بسيطة مع الجانب الروسي بهدف ما يسمى بإخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا وهذا أحدث لغض كبير بالنسبة للجانب الإيراني مما جعل مرشد الثورة يرسل علي أكبر ولايتي إلى روسيا لمعرفة ما يدور في روسيا على وجه التحديد وهذه التصريحات غير المسبوقة للجانب الروسي الإسرائيلي لأنه كان هناك شبه توافق وهذا شبه التوافق ولد حالة ربما صراعية ما بين طهران وموسكو انعكسها من خلال وسائل الإعلام الإيرانية التي تحدثت عن أن روسيا تجاوزت الخطوط الحمراء وحذرت مما يسمى بصفقة روسية إسرائيلية سوف تكون على حساب الجانب الإيراني الإسرائيليون كما تعلم زاهر أيضا وجهوا مجموعة من الرسائل للجانب الإيراني خلال الفترة الماضية الرسالة الأولى أنه في حل الانسحاب من سوريا فأن ذلك سوف يدعم ما يسمى برفع جزء للعقوبات المفروضة على طهران الرسالة الأخرى التي وجهتها أيضا إسرائيل إلى الجانب الإيراني أنها معنية بما يسمى بوقف صادرات أو تهريب النفط الإيراني إلى الخارج مما جعل ساسة إيران ونخب من مؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية تخرج إلى وسائل الإعلام وتحذر من ذلك واعتباره قرصنة وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الوقوف لمحاصرة إيران ومنحها من تصدير نفطها للخارج نعم دكتور العقل اسمحني أن نقاطعك إيران في أكثر من مناسبة لوحت بالعصى ضد إسرائيل وقالت أنها ستفتح جبهات لكن الجبهة الوحيدة التي فتحتها كما رأينا خلال السنوات الماضية كانت ضد الشعب السوري بالتشارك مع النظام في دمشق أليست إسرائيل بهذا المعنى سوى ذريعة للتدخل بالشؤون الإقليمية للعراق واللبنان وسوريا؟ بالشؤون الداخلية عفوا يعني بالتأكيد الشؤون الداخلية إيران تحاول أن تلعب على وتر الممانعة وإهداف ما يسمى حالة استفاف غير مسبوقة بين وكلاءها ومخالبها وميليشياتها الموجودة في المنطقة لتصفية الحسابات مع إسرائيل لكن السؤال المهم والمحوري زاهر هو هل خلال منذ انتصار الثورة الإسلامية ولغاية الآن يعني منذ عام 1979 ولغاية الآن في الفترة التي تحتفل في الثورة الإيرانية بمرور 40 عامل انتصارها هل حدثت هناك مواجهة مباشرة ما بين إسرائيل وإيران؟ طبعا بالتأكيد لا لم تحدث لأن إيران عادة ما تلجأ إلى ما يسمى بحروب الوكالة هي تحاول أن تصفي حساباتها مع الدول الغربية مع إسرائيل ومع الدول التي تشارك معها بعلاقات صراعية نعم اسمح لي دكتور لعتوم اسمح لي بالحديث عن الحروب بالوكالة اليوم أيضا كان هناك تطور لافت إذ أعلن الحثيون فيما يخص قدراتهم العسكرية وجهود التسليح لمقاتلاتهم والتي وصلت إلى مستوى يمكنهم من الاستهداف المباشر للرياض وأبوظبي بعشرات الصواريخ دفعة واحدة بحسب المتحدث العسكري الجماعة سأعود للنقاش معك لكن لنشاهد في البداية هذا التقرير مع اقتراب دخول الحرب في اليمن عامها الخامس تبدو معادلة السلام مختلفة تمن فالحوثيون غدوا أكثر قدرة وتسليحا بل وجهزية زادت بحسب المراقبين على الميدان من القدرة على الاستهداف الدقيق لمواقع ومنشآت في كل من الرياض وأبوظبي بحسب المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع الذي زاد على ذلك أن القوات المسلحة لجماعته تمتلك من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاق العشرات منها دفعة واحدة هناك عمليات يومية إلى العمق الصعودي من الطائرات المسيرة لم تعلن وستعلن في حينها أما بالنسبة للصواريخ الباليستية في حال قررت القيادة ذلك فهناك العشرات من الصواريخ ستهز أراضي السعودية وكذلك الإمارات بإذن الله بقدرات محلية يؤكد الحوثيون تم تطوير هذا الانتاج العسكري الذي تضمن صناعة أجيال متقدمة من طائرات هجومية تدخل الخدمة مستقبلا رسائل عدة يوجهها الحوثيون في توقيت دخول الحرب في اليمن عامها الخامس وهو ما يفسره المراقبون بكون الحوثيين باتوا في موقع الند القوي سياسيا وعسكريا رسالة واضحة يريد الحوثيون إيصالها إلى التحالف أولا وإلى المجتمع الدولي ثانيا بأنهم أصبحوا قوة لا يمكن إخضاعها عسكريا خصوصا أن الحرب تدخل بعد أيام عامها الخامس حتى الآن يبدو الحاضر الأقوى هو التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة تقلص من حضوظ التوافقات السياسية الممكنة بما فيها تفاهمات استوكهولم بشأن الحديدة والأسرة والتي لا يزال يكتنفها التعثر والغمض بعد أيام يطول العام الرابع ويدخل الخامس على الحرب في اليمن حرب يراها اليمنيون عبثية مطلقة بغض النظر عن أخبار الهزائم والانتصارات وجهود التسليح التي تروج لدى أطراف الصراع خليل القاهري العربي صنع مرحب من جديد بضيفي من عمانة دكتور نبيل لعتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية دكتور لعتوم سمعنا هذا التقرير الذي يتحدث عن تهديد حوثي لكن الجميع بات يعرف أن الرسائل الإيرانية وصندوق البريد حوثي إن صح التعبير لأي درجة يمكن اليوم لإيران أن تستهدف بشكل أكبر من ذلك أكبر من ما هو عليها على الأقل العاصمة السعودية والعاصمة الإماراتية بحسب هذا التهديد ألا يغير ذلك موازين القوى وقواعد اللعبة التي اتفق الجميع على الانخراط بها أعتقد أن قواعد الاشتباق قد تغيرت مؤخرا كما تعلم تمكنت الحركة الحوثية من إطلاق أكثر من 234 صاروخ على المملكة العربية السعودية وكانت هذه رسائل واضحة كنا نجد صدها من خلال مطالعة الإعلام الإيراني عندما تزداد وطيرة التنافس والصراع ما بين المملكة العربية السعودية وإيران كانت الرسائل تأتي من اليمن وخاصة أن إيران مارست سياسة أو استراتيجية مختلفة تماما في التعامل مع الأزمة اليمنية هي قامت بمد ربما الحركة الحوثية بصواريخ متوسطة المدى وهذه أول مرة في التاريخ تقوم دولة بإرسال مثل هذه الترسانة إلى ميليشيا أو إلى حزب أو إلى تنظيم طبعا بعد حزب الله اللبناني يعني هنا أخذ زاهر وقيام بتدريب عناصرها على إطلاق هذه الصواريخ على دول أخرى وبالذات المملكة العربية السعودية وعندما زادت وتيرة البيئة الصراعية ما بين أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة بعد التزامها بالعقوبات الدولية وقيامها بعدد من الإجراءات ضد إيران أيضا زادت وتيرة التهديد الإيراني من خلال تهديد الحركة الحوثية بإرسال هذه الصواريخ أو إطلاقها على أبوظبي أنا أعتقد أنه الآن دخلنا في مرحلة لمكاسرة الإيرادات السياسية ما بين الحركة الحوثية وما بين قوات التحالف العربي لكن كيف سنعكس ذلك؟ الإيرانيين يحاولون أن يوضح ورقة الحوثية خدمة لي ألا يضر هذا التصعيد بمصالح الحوثيين أنفسهم الذين توصلوا مؤخرا بعد اتفاقات أو تفاهمات ستوكهولن إلى حالة من السلام ربما أو الهدنة إن صح التعبير مع الرياض سواء في الحديدة أو غيرها من المناطق طبعا بالتأكيد سوف يؤثر على عملية السلام برماتها لكن أنا أعتقد أن هذا مرتبط بإعطاء ظوء أخضر من جانب طهران لأن طهران هي تريد أن توظف الورقة الحوثية والورقة اليمنية خدمة لمصالحها لأنه عندما زهر أنت تعلم عندما قام الرئيس روحاني بزيارة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى النمسا خرج علينا الناتق الرسمي باسم وزارة الخارجي الإيراني وتحدث على أن إيران مستعدة لوضع كافة الملفات على الطاولة وفي مقدمتها الملف اليمني للتفاوض مع الدول الغربية حول اتفاق ربما قد ينعكس آثار إيجابا على تعديل الاتفاق النووي أو بما ينسجم مع مصالح إيران وأيضا بتخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يعتبر الملف الحوثي هو الملف رقم واحد بالنسبة لإيران ليستفاوض مع الدول الغربية للوصول إلى تسوية بمعنى أن إيران تميل إلى دبلوماسية تخادم الملفات في هذا الموضوع هناك ملفات أخرى عديدة حساسة بالنسبة لإيران فيما يتعلق بنفسها في العراق أو في سوريا هذه تعتبر الملفات حساسة خاصة أن إيران ماضية فيما يعرف به الكريدور الإيراني الذي ينسجم مع ما يعرف به إقامة دولة الإقليمية عظمى بحلول 20-30 وهذا ما تطبح إليه إيران وما أعلن عنه عدد من أساسة الإيرانية وبالتالي أنا أعتقد أن إيران تحاول أن تضع الملفات حسب ترتيب هذه الأولويات وتضع في مخيلاتها أو في أجنداتها أن الملف اليمني هو الذي يقع في سلم هذه الأجندات وبالتالي إرسال أسلحة نوعية إلى الحركة الحوثية من ضمن صواريخ بحريات طائرات المسيرة بدون طيار هي تعتبر رسائل ليس فقط إلى دول التحالف بل أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجبارها الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى تسوية حول الملف النووي وحول رفع العقوبات عنها شكرا جزيلا لك نبيل دكتور نبيل لعتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية كنت معنا من عمال اشتركوا في القناة